متابعي قناة أسرار أسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها الخطاب التاريخي لرئيس الجمهورية قيس سعيد بحضور رؤساء حكومات سابقين نحكي على برشة تفاصيل مش نعطيكم الملخص واللب لهذا الحوار اللي طوله أكثر من عشرين دقيقة ولكن في الحقيقة الأهمية متاع القصوى تكمن في العشر دقيق تقريبا لخرانين اللي أعلنت فيهم على مبادرات جديدة وأعلنت فيهم على أخطر خبر نجم هز تونس ويقوذ مسار البلاد الديمقراطيح كي على برشة تفاصيل رئيس الجمهورية ولكن فضلا وليس أمرا كان أنت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تدفع للجرس باشتصلكم الفيديوهات القادمة مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بتفاعلتكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو رئيس الجمهورية التقى برؤساء الحكومات السابقين بحضور رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي أحضر يوسف الشاهد علي العريض ليس الفخفاخ وهشام المشيشي ولكن تغيب لحبيب الصيد لاعتبارات يمكن تنجم تكون صحية وأعلن رئيس الجمهورية أن سيد المهدي جمع حمادي جبالي يعني اعتذروا على الحضور لأنهم كانوا في الخارج لأنهم هما حاليا في الخارج وعندهم التزامات أخرى طبعا رئيس الجمهورية ما بش اللخصيكم الدقائق الأولى حكي على الوضع الصعيب في البلاد وقال اللي هو أراد أنه يستمع لرؤساء الحكومة السابقين أولا بش يأكد استمرارية الدولة والمؤسسة ثانيا بش يسمع منهم مقترحات وتوصية شنو النجم نعمل في ظل الوضع المتأزم هذي ولكن شكلا خلينا نعمل قراءة اتصالية شكلا رئيس الجمهورية هو لكن يخطب فقط رؤساء الحكومة الحاضرين كانوا يتصمت فقط تظهر القلق وتوتر أكثر على رئيس الحكومة هشام المشيشي من خلال حركة يده من خلال تحريكته على الكرسي ما كانش مرتاح بالكل ولي ظهرته الكاميرا وأنه متقلق أو متوتر أكثر من غيره لكن هذا الفيديو في رئيس الجمهورية كغيره من الفيديوهات تقريبا رئيس الجمهورية أحكي تيويل هذا الفيديو ومن بعد ما كمل 23 دقيقة تقريبا أو أكثر شوية أعطى الكلمة للؤساء الحكومات بشي أحكيه ولكن هذا تقص في المنتاج نمشي إلى كلمة قيس سعيد إلى الشعب التونسي وخاصة الشباب التونسي قالهم ردوا بيكم ويجب الانتباه من المندسين والخاموانا والخوانا والعملاء اللي ما همش بش يرضاوا إلا بإسقاط الدولة التونسية بالنسبة للناس اللي تحكي تقول قبل 2010 كنا خير وكنا نحقوا في نسبة نمو 5% وكنا لبس علينا قل لو كان جينا لبسرا وما صارش فينا هذي الكل وهذه الكلها أرقام مغلوطة أرقام كاذبة وهي نجيه لأهم نقطة حكي عليها قيس سعيد في هذا الخطاب زلزال سياسي بأتم معنى الكلمة وكشف أنه على علم بمخاططات البعض بأنهم يسفروا إلى الخارج ويعملوا من أجل إزاحة رئيس الدولة حتى لو كان هذا الأمر بالاغتيال وقال بأنه في بيله بكل مقاعد يصير واللي كان وطني ويؤمن بإرادة شعبه فلا يذهب للخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال وقال أعي جيدا ماذا أقول بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال وما نسيش قيس سعيد يذكر أنه هو منتخب مباشرة من قبل الشعب وعنده أفضلية شعبية وعنده أحقية وشرعية شعبية كبيرة برشة هذا الموضوع خطير للغاية أنه فم اليوم توينسا في السلطة وأطياف سياسية يسيفروا للخارج سرا من أجل عقد الصفقات لاغتيال رئيس الجمهورية أو لإزاحة أو لعزله بأي طريقة كانت حتى لو كان اغتيال الرئيس وإدخال البلاد في فوضى عارمة بالنسبة لأهم مبادرة قدمها رئيس الجمهورية قيس سعيد في هذا الخطاب هو أعلن على مبادرة للحوار جديدة ليست نفسها مبادرة الاتحاد العام تونسي للشغل أو ما يعرف بالحوار الوطني قال تلك الحوارات التي عقدت في السابق ليست حوارات ولا هي وطنية قال إننا مستعدون للحوار ولكن لن يكون هذا الحوار محاولة يائسة لإضفاء شرعية على الخوانة واللصوص لن يتم الحوار إلا بحل مشكلة تونسيين ولن يكون كسابقي هو أهم محاول هذا الحوار هو وهذه المبادرة المهمة واللي أول مرة يعلن عليها قيس سعيد صراحة هذا الحوار يجب أن ينبني على التفكير في نظام سياسي جديد ونظام انتخابي جديد وهذا أول مرة يقول عليه قيس سعيد يعني أنه يدعو إلى تغيير النظام السياسي في البلاد وتغيير النظام الانتخابي وبتابعة الحال نحكيه على رغبة رئيس الجمهورية في إرساء النظام الرئاسي في الدولة التونسية اليوم هذا نظام البرلماني المعدل كما نشوفه فما تشتت بين صلات تدخل في الصلاحيات وتدخل بين الرؤساء الثلاثة هذا اللي دمر لبلاد تيوي العشر سنوات تقريبا اليوم تونس برشا ناس تدفع على هذه الفكرة أنه تونس في حاجة إلى نظام رئيسي تكون كل الصلات مش كلها يعني السلطة القضائية تقعد على روحها الأعلام على روحه ولكن الصلات رئيس الجمهورية ينجم يدخل وينفذ برنامجه وهو ينجم يدخل في أي موضوع في تونس وتكون الأوامر ترجع له والشعب يحاسب هذا الرئيس على أفعاله مش يقعد الشعب حاير يحاسب يكون في النقطة هذه رئيس الجمهورية ليه مش من صلاحيته يحاسب رئيس الحكومة يحاسب البرلمان يكون يحاسب بالضبط وبتبعات الحال فجر قيس سعيد موضوع الاغتيال السياسي قال اللي هما يعني بأس ما خططوا وبأس ما فعلوا وسيعلم الذين ظلموا والذين كانوا مخبرين أنهم خوانا دعا إلى نقاش متناغن مع التاريخ ومع مطالب الشعب وأكد مرة أخرى أنه لا مجال لترك الدولة ولا مجال لترك شعبنا جائعا يقتات من القمامة وقال إن المتجرة بفقر الفقراء وبؤس البؤساء لم يؤدي بهم إلى أي شيء ودعا إلى الدخول في حوار جدي يكون مرحلة جديدة نظام سياسي جديد دستور حقيقي لأن هذا الدستور القائم هو قام على وضع الأقفل على كل المؤسسات حسب تعبير قيس سعيد ووضع الأقفل على المؤسسات لن يتقدم بالدولة التونسية قال من شئ الالتحاق بهذا الحوار مرح به ومن لم يشئ فليتحمل مسؤوليته وليتأكد أن ما له هو قمامة التاريخ هذا بشي سجل التاريخ التونسي قال نحن مع الحوار وسنعمل على الإبقاء على مؤسسات الدولة مهما كانت السفقات والمؤامرات ولدينا الكثير من الأموال في الداخل والخارج ولكن تم سطو على الأموال ودفعها لمن يريد أن يبيع هذا الوطن وتونس لن تكون للبيع يأتي هذا الكل في ظل يعني هجومات يتلقاها رئيس الجمهورية في الأيام الأخيرة حول تعطيل الحوار الوطني وبعض القيادات في حركة النهضة خاصة القياد عبدالكريم الهاروني الذي دعا قيس سعيد إلى القبول بتنظيم حوار وطني مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وقال إن النهضة لن تقبل بأي شروط ويجب على الرئيس أن يقبل بهذا الحوار دون أي قيد أو شرط ولا يشترط بهذه الحكومة ولا يشترط أي شيء اليوم خطاب الرئيس كان واضحاً يشترط القيام بحوار وطني يكون الهدف منه هو تغيير النظام السيسي والدستور لا نعلم إن كان تعديل أو تغيير هذا الدستور ولكن تغيير النظام السيسي ونظام الانتخابي هي مبادرة رئيس الجمهورية الجديدة ترجمة نانسي قنقر